أكد مسؤول إسرائيلي أن حكومة الحرب تعتزم عقد اجتماع اليوم لبحث الرد على الهجوم الإيراني كما حثى وزير الخارجي الإسرائيلي إسرائيل كاتس الدول على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيرانية وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من جانبه شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن بلاده سترد بشكل قاس على أي تحرك يستهدف مصالحها واسطى مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط تتزايد الضغوط الدولية على تل أبيب وتهران لضبط النفس بعد أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل يأتي هذا في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني دون أن يكشف عن تفاصيل هذا الرد رغم أن هجوم ليلة الثالث عشر من أبريل والذي تم بأكثر من ثلاثمائة صاروخ وطائرة مسيرة لم يتسبب سوى في وقوع أضرار بسيطة حيث زعمت إسرائيل أنه تم إسقاط معظم الصواريخ والطائرات المسيرة من جانبه حث وزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس الدول على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وعلى وقع هذه المطالب الإسرائيلية فرضت وزيرة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من خمسمائة فرد وكيان على صلة بإيران زعمة أن أفعال تهران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد تتسبب في تدعيات اقتصادية في المقابل شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية وعلى كل مرتكبيه مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه بعض دول الغرب الإسرائيل يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة وكانت تهران قد شنت هجومها ردا على غارة جوية إسرائيلية على مجمع سفارتها في العاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل ولم يسفر الهجوم الإيراني على إسرائيل عن سقوط قتله وأحدث أضرار محدودة لكنه أدى إلى تفاقم المخاوف من نشوب حرب مفتوحة بين الخصمين اللدودين واتساع نطاق الحرب الدائرة في غزة على نحو أكبر